أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة النساء دبمن مدنية آيات 6-10 بسم الله الرحمن الرحيم وابدل اليتاما حتى إذا بلغ النكاة فإن آنست منهم رشتا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إصرافا وبدارا ولا تأكلوها إصرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا والجستافف ومن كان فكيرا فالجاكل بالمعروف فإذا دفعتم عليهم أموالهم فشهدوا عليهم وَكَفَا بِاللَّهِ حَسِيبَا and Allah is all sufficient in taking account لِلْرِجَالِ نَسِيبُون مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَلَا كَرَبُونَ وَلِلْنِّسَايِ نسائي نصيب من مما تارق الوالداني والاقربون من مما كلا منه او قصر نصيبا مفروزا there is a share for men and a share for women from what is left by parents and those nearest related whether the property be small or large a legal share وَإِذَا حَذَرَ الْكِسْمَ تَعُولُ الْقُرْبَ وَالْجَتَامَ وَالْمَسَكِينُ فَرْزُكُهُمْ مِّنْهُ وَكُولُ لَهُمْ كَوْلًا مَارُوفًا and when the relatives and the orphans and al-masaqeen the needy are present at the time of division give them out of the property and speak to them words of kindness and justice وَالْجَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَقُوا مِنْ خَلْفِهِمْ زُرْرِيَةً زِيَافًا فَانْجَخَافُ عَلَيْهِمْ فَالْجَتَّقُ اللَّهَ وَالْجَكُولُوا كَوْلًا صَدِيدًا and let those have the same fear in their minds as they would have for their own if they had left week of spring behind so let them fear Allah and speak right words إِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ آمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمَنْ إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بَدُونِهِمْ نَعْرَىٰ وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا Rarely those who unjustly eat up the property of orphans they eat up only fire into their bellies and they will be burnt in the blazing fire صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ